خرجت منظمة أطباء بلا حدود عن صمتها وحذرت من كارثة في العاصمة المؤقتة عدن والخاضعة لسيطرة ميليشياء الانتقالي الإماراتي على وجه الخصوص واليمن عامة داعيتنا المجتمع الدولي إلى إنقاذ البلاد في بيان لها قالت المنظمة إن عدد الوفيات الواقعة في مركز علاج مرضى كوفيد 19 الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في عدن يعكس وجود كارثة أوسع نطاقا في المدينة بدأت تتكشف فصولها الآن لدى المنظمة مركزين لعلاج المصابين بفيروس كورونا أحدهما في عدن والآخر في صنعاء ووفقا لبيانها يشكل المركز الذي تديره المنظمة في عدن المركز الوحيد المخصص لعلاج مرضى كوفيد 19 في جنوب اليمن بأكمله وقد استقبل المركز 173 حالة توفي منهم 68 شخصا خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 من مايو الجاري واستنادا إلى إحصاءات الدفن الحكومية أن الكثير من الناس يموتون في منازلهم في عدن وأن 80 شخصا يتوفون كل يوم في المدينة خلال الأسبوع الماضي بعدما كان المعدل المعتاد في فترة ما قبل انتشار المرض 10 حالات وفاة يوميا وفي مؤشر على الوضع مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة أصدرت منذ مطلع مايو الجاري وحتى الثاني والعشرين منه أكثر من 1300 تصريح بالدفن مؤشر آخر على مد انتشار المرض وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود يتبثل في عدد المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يتلقون العلاج في المركز التابع للمنظمة إلى جانب العدد الكبير من موظفيها المرضى أيضا المنظمة دعت المجتمع الدولي لتدخل العاجل وقالت إنه من غير الأخلاقي أن يترك العالم عدن وبقية اليمن وحدهما في وجه هذه الأزمة وأكد بيان المنظمة أن العشرات في عدن يموتون في منازلها بصمت وبينما تتمدد الكارثة في العاصمة المؤقتة تواصل ميليشيا الانتقالي خنق عدن وحصار أهلها وسكانها ومنع الحكومة من تولي مسؤوليتها ضاربة عرض الحائط بكل المناشدات لإنقاذ المدينة مما آلت إلي اشتركوا في القناة